المديري العامة الأملوطني لا تبخل في ما يخص التكوين والتكوين المستمر للموظفين ديالها ولسيما في هذا الشكل اللي هو علمي تقني نهيك على أنه مختبر هو معتمد إيزو 172025 في علامات الجودة في الحلاتين دياله يعني 2005 و2017 ومن بين الاستندار أو الاسيجنس ديال هاد المعيار اللي هو 172025 هي تكوين وتكوين المستمر إذن كان قوموا بتكوين العاملين في المختبر على مدى الأعوام عندنا واحد البروغرام دياله سواء خارج الوطن أو لداخل الوطن مع من خارج الوطن إن كان المتاحن يعني ما غيريش نقول لك هما جميع الكوپيراسون لسان البينوني نحن كنمشو بزاف تسكي روكمونداسون ديال الانتربول يعني الفورماشون مع الانتربول الفورماشون دون الكادر ديال الكوپيراسون أمريكان مع الكوپيراسون فرنسيز يعني جميع الكوپيراسون وبين سور كان نختوب معاير هنا نحن من الفاعلين في المراكز والمختبرات الأمريكية الفرنسية ولقلت لك أنه بدون مجاملة لا قلت لك أنه المخصفة الوطنية الشرطة العلمية وتتقنية تابع المويدية العامة الوطنية هو عنده إيزو سبعتاش الالخمس وعشين من أعطا سهل المنظمة أمريكية للجودة هذا رك يجاوب على السؤال ديال كنبان لأنه باش تعتاك واحد اللابيل إيزو سبعتاش الالخمس وعش تكون توازي فإذا كسا سواء البنايات دياله أو المرافق دياله أو لليزيكيبون دياله وحتى الموضفون دياله في تكوين ديالهم تكوين أزاسي وتكوين المستمر ضروري يخصو يكون رقا دوك لزيزيزانس بحل أي مخصبار أمريكي